موسيقى في ختام زيارته الناجحة إلى نمسا الرئيس السيسي يبحث مع رؤساء كبرى شركات نمساوية سبول تعزيز استثماراتهم في مصر ويكبر خواطر عائلات فقدت ذويها باللقاء والتعزية خلال تفقده مراحل الإعداد الأساسي للطلبات المستجدين بالكليات والمعاهد العسكرية وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة تختار الطلبة من كل فئات وطوائف المجتمع ويوصي بالتدريب الجاد لتظل قوتنا المسلحة على أعلى دراجات الكفاءة القتالية موسيقى الخارجية الروسية تؤكد أن الوجودة الأمريكية غير القانوني في سوريا عقبة خطيرة أمام التسوية ومتعللا بهزيمة داعش ترامب يلمح إلى خروج قوات بلاده من شرق سوريا موسيقى سلام الله عليكم الخامسة بتوقيت القاهرة نشط الأخبار أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لديها فرصا استثمارية كثيرة ومناخا جيدة للاستثمار في ظل الأمن والاستقرار وخلال لقائه مع رؤساء كبرى الشركات النمسوية وعدد من رجال الأعمال المصريين أعرب سيسي عن سعي مصر لتوطين الخبرات والصناعات النمسوية والاستفادة منها مؤكدا أن مصر تتمتع بسوق كبيرة وتعتبر بوابة لإفريقيا مستعرضا الإجراءات التي تخذتها الحكومة المصرية لإيجاد البيئة المواتية لاستثمار وزيادة التجارات البينية حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استقبال أسر ثلاثة من أبناء الجالية المصرية في النمسوة في مقر إقامته بفيينة قبيل مغادرته للقاهرة والذين توفوا في حادث سير أثناء ذهابهم لمؤزرة الرئيس السيسي وتحيته في زيارته لألمانيا عام 2015 وأكد المتحدث باسم رئيسة الجمهورية سفير بسام راضي حرص السيسي على الاستماع إلى مطالبهم مؤكدا أنه لم يكن لهم مطالب على الإطلاق وأشار إلى أن الأسرة شكرت الرئيس على المقابلة وثمانت جهوده في استقرار مصر والمشروعات القومية الكبرى التي يجرى تنفيذها كدى وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات خاصة لقناتين أن زيارة الرئيس السيسي لنمسا أثقلت جهود تنمية شراكة الأوروبية الأفريقية وما تمثله القارة السمراء من مستقبل واعد وسوق استثمارية ضخمة موضحا أهمية مصر كبوابة لأفريقيا وجود الرئيس وحديثه فيما يتعلق بالتركيز على البنية التحتية لأفريقيا والارتباط والاندماج الأفريقي وضرورة أن تأتي الدول الأوروبية للاستثمار ويعود عليها بالنفع ولكن أيضا مراعاة للاهتمام بتدعيم الخدرات الاقتصادية الأفريقية ومواجهة التحديات التي ترتبط بعدم تقدم الاقتصادي وفتح الأبواب من ذلك لقضايا الهجرة غير الشرعية والإرهاب بالإضافة إلى العلاقة السياسية والحل المشاكل المزمنة على القرى الأفريقية بمعاونة الشركاء الأوروبيين فكل ذلك كان محل اهتمام من قبل المنتدى ومشاركة السادة الوزراء في دوائر النقاش العديدة كانت تتؤكد الاهتمام الذي توليه مصر للأفريقيا ولمستقبل أفريقيا ومصر جزء من هذه القرى الوعيد ذا وننوه أن هذا اللقاء سيضع كاملا في تمام السادسة مساء الليلة في برنامج جاب الورقة والقلم مع الآلام نشأة أديه من حيث أخر اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الناجحة للعاصمة النمسوية فين بعد زيارة الرسمية استمرت أربعة أيام شهدت العديد من اللقاءات الثنائية كما شهدت مشاركته في منتدى أفريقيا أوروبا واسطى إشادات كبيرة بالدور المصري في القارة الإفريقية إفريقيا قارة المستقبل رسالة حملها رئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المثمرة إلى النمسا التي قرر أن تكون لقارة إفريقيا النصيب الأكبر من اهتماماته خلالها اهتمام تجلى بحرصه على المشاركة في منتدى إفريقيا أوروبا ليعكس عمق الاهتمام المصري بقضايا القارة السمراء إذ إن التطلع لأوروبا يبرهن الوعي المصري بقيمة وأهمية الشراكة مع أوروبا في تنمية إفريقيا القارة الإفريقية مؤهلة أكثر من غيرها للتعابل مع الأدوات المستحدثة في القرن الحادي والعشرين بهذه العبارات وضع السيسي المجتمع الأوروبي أمام مسؤولياته تجاه القارة السمراء معددا في الوقت ذاته ما تتمتع به القارة من مميزات تؤهلها لأن تكون قارة المستقبل إن قارتنا الإفريقية مؤهلة أكثر من غيرها للتعامل مع الأدوات المستحدثة في القرن الحادي والعشرين خاصة وأن ستين في المئة من سكان إفريقيا البالغ تعدادهم واحد واثنين من عشر مليار نسمة هم دون سن الخمسة وعشرين عاما ينضم منهم اتناشر مليون لسوق العمل سنويا الحفاوة بالرئيس السيسي خلال المنتدى كانت كبيرة والآمال عريضة في أن يقود زعيم مصر قارته العام القادم لتحقيق طموحات دولها وشعوبها لأسيما مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل ستكون فأل خير ودافع للأمام للقاترة السمراء وهو ما تجلى في حرص القادة الأفارقة وغيرهم على الاستماع لرؤى مصر التي بات الكل يحج إليها طالبا رأيها ومشورتها بعد أن ععد لها السيسي مكانها ومكانتها للمزيد ينضم إلينا من فينا الأستاذ أسامة نصحي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للمصريين بن نمسا أهلا بك بداية أستاذ أسامة أهلا بك أفو إذن هي زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي قام بها أو بها الكثير من فرص الاستثمار في ظل الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر حدثنا عن أهم ما جاء في لقاء الرئيس مع رؤساء كبرى شركات النمساوية وعدد من رجال الأعمال المصريين في الواقع الزيارة هي تاريخية بكل المقاييس وتمثل نقلة نوعية في العلاقات بين مصر والنمسا وكما استقبل المصريون الرئيس بالحفاوة والحب والدعوه أيضا بحفاوة شديدة وحب ومظاهرة أمام مقر إقامته التعبير عن تأييد له وعن حب مصر بصور مختلفة الجدول الرئيس اليوم اجتمل على لقاءات هامة مع رجال الأعمال المصريين والنمساويين عدد كبير من الشركات المصرية المهتمية بالسوق النمساوي كانت حاضرة عدد من المكلاء اللي هم دور مؤسر في دعم الاستثمار وعلاقات التجارة بين البلدين كانوا أيضا متواجدين وقد أكدوا ليه بعد انتهاء الاجتماع أن الأجواء كانت إيجابية جدا وأن الرئيس حدثهم على مزيد من الجهد لدعم العلاقات والشراكة بين البلدين واستغلال الفرص الاستثمارية الوعادة التي تجمع البلدين وجذب رؤوس الأموال للأستثمار في مصر وتعميق التجارة البينية وقد أبدأ رجال الأعمال من جانبهم استعدادهم وطلقوا يعني زي ما بنقول كده حماس كبير من كلمات الرئيس وتعهدوا له أن الفترة القادمة ستكمن أفضل إن شاء الله في العلاقات السنائية والاقتصادية بين البلدين إذن حدثني عن أوصف لنا كيف كان شعور الأسر التي استقبلها الرئيس اليوم أدى الجانب الاجتماعي والإنساني في زيارة الرئيس وكان برضو من نفس الاهتمام ونفس النجاح فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استقبال ثلاثة أسر كان عوائلهم قد توفوا في حادث عام 2015 أثناء قيامهم بالسفر من فين إلى برلين بالترحيب بالرئيس خلال زيارته في ذلك الوقت إلى ألمانيا الأسر طبعا فجأت بدعوة الرئيسة ويعني ساد حالة كده من الارتهاح والسعادة الشديدة بهذه الدعوة واعتبروا يعني لفتاة إنسانية رائعة من الرئيس أن يتذكر يعني الأسر الثلاثة بعد مرور هذه السنوات والأسر دي خرجوا بعد اللقاء يعني في حالة من السعادة الشديدة نعم وبشاشة وقالوا أنه حالة غريز كان ودود جدا في اللقاء ده نعم وأنه قال لهم أنه يعني هو مقدر هذه التجربة الصعبة ومقدر تضحياتها الشخصية دي اللي كانت سافره بدفع الوطنية وبدفع مساندة الرئيس في هذه الرحلة نعم شكرا جزيلا الأستاذ أسامة نصحي متحدث رسمي باسم الاتحاد العام للمصريين بالنمسا كنت معي عبر الهاتف أكد للقايد العام بالقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة تحرصت على اختيار طلبة الكلية الحربية والمعاهد العسكرية من كل فئات وطوائف المجتمع والتي تمثل المستويات الاجتماعية كافة بكل نازهة وحيادية وفقا لأسس ومعايير علمية دقيقة وخلال تفقده مراحل الإعداد الأساسي والتأهيل العسكري للطلبة المستجدين شدد وزير الدفاع على أن فترة الإعداد العسكرية هي النواة التي تغرز في قلوب المقاتلين روح الولاء والانتماء كما أجرى القائد العام حوارا مع طلبة المستجدين وذويهم استمع خلاله لأرائهم وناقشهم في مختلف المجالات حيث أعرب أسر الطلاب عن فخرهم بانتماء أبنائهم للمؤسسة العسكرية أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العالمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام وليس مصيفا فقط وخلال زيارته العالمين الجديدة اليوم وتفقده مبنى مجلس الوزراء هناك أوضح مدبولي أن الحكومة ستقوم بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بالمدينة كما وجه رئيس الوزراء بصحب الأعمال من إحدى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات التي يجري إنشاؤها بالمدينة كما أعلن أنه جارن الإعداد لطرح أكثر من 500 وحدة بالإسكان المتميز بالمدينة للبيع للجمهور وسيتم الإعلان عنها خلال أيام للمزيد ينضم إلنا الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أهلا بك بداية أهلا بك شهدت جولة رئيس الوزراء اليوم تكليف فن بسحب الأعمال من شركة مقاولات متأخرة نريد أن نلقي ضوء أكثر عن سبب صدور هكذا قرار بدايةً خلينا أقول أن حجم الأعمال اللي موجودة في مئة العالمين الجديدة بين مليارات وحجم الإنجاز رغم أنه هو يوصي يختار في درجة الإعجاز ولكن نحن دائماً نضح بالمزيد وعملنا تكليف من ذات الرئيس دائماً بسرعة الانتهاء من كل المشروعات والجودة سائقة على الرغم من حجم الأعمال الكديد ده ولكن طبق مصطفى مدولي أثناء استعراض المكتب الاستشاري الخاص بمتابة عدد المشروعات في مئة العالمين الجديدة للموقف التنفيذي لهذه المشروعات لاحظ أن فيه شركة متأخرة عن البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع فقال إن أنا قبل كده بيت الشركة دي متأخرة قبل كده فكده تتحاول منها الأعمال ويتم يصنع الأعمال إلى شركة أخرى من الشركات الملتزمة بالبرامج الزمنية للتنفيذ وكذلك جاولة الأعمال من الأفضل لكن في جداية الجاولة المعارضة لما الدكتور مصطفى مدولي تتمع بالمستشاريين اللي خاصين بمتابعة المشروعات المختلفة وكذلك كان بيحضر الاجتماع مسؤولي شركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات بعدها انتقلنا بقى لزيارة عدد من المشروعات المنفذة في مئة العالمين الجديدة بدنا في المجينة التراثية وده مجينة تراثية متضم مكتبة وأدرة ومصرح مجمع السلماءات ومسجد وكنيسة عمدينها مجمع السلماءات هينتهى إن شاء الله في آخر أبريل الطادم المسجد الهيكل الخراصاني بتاعه انتهى وهنبدأ أعمال التحصدات أعمال الكنيسة والمكتبة والمصرح بدأوا يشتغلوا فيهم الشغالين بس الكنيسة تقدم في الأعمال زي المجمع السلماءات والمسجد انتقلنا بعدها لزيارة المنطقة السكنية عندما في منطقة اسكال المتميز وهنترح فيها أول طارقة في مئة العالمين الجديدة فيه مشتور الاسكال المتميز قريبا إن شاء الله من خمسمائة واحدة سكنية يتم ترحوم عاية الكمهور اللي من يرغب في الحجر نعم عندنا مشتور زيارة المنطقة ٢٨٨ أبارة بيتنفيذه فيه انتقلنا بعدها للمنطقة والأبراج ديها المنطقة تطل على البحر ومشايا التنفيذية على الكميشن وانت على مية جديدة فيه خمسناشر بورج بيديه تم تنفيزهم تلوقتي ومشور مستخدمة دولة صعب معظم الأبراج وانتقلنا على جورة التنفيذ وكذلك على معددات التنفيذ وكان بسرعة للتنفيذ وكذلك بيديهات للبعدات وعلى ملف المواقع المختلف شكرك شكرا جزيلا أستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء كنت معي عبر الهاتف من القاهرة بدوره أيضا نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من شائعات التي تم تدولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وعلى رأسها استراد لحوم فاسدة وشحنة عدس مسرطنة وترحها للتداول بالأسواق وتراجع الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تورطهم في وقائع طلبي وتقادي رشوة بلغت مئتي ألف جنيه أعلنت وزيرة الصحة والسكان هلا زايد عن فحص سبعة ملايين وخمسين ألف مواطن حتى ظهر اليوم للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح سيسي للقضاء على فيروسي والكشف عن الأمراض غير السرية تحت شعار مائة مليون صحة وأشارت زايد إلى أن إجمالية المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها وصل إلى أكثر من تسعة عشر مليون وستمات وسبعين ألف مواطن شدد وزير النقل شام عرفات على اهتمام وزارتي بإنشاء المراكز اللوجستية وتحقيق النقل متعدد الوسائط مشيرا إلى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة وخلال كلماتي أمام المؤتمر الدولي الخامس عشر للهندسة الإنشائية والمقام بجامعة عن شمس أوضح عرفات أن الوزارة تنفذ مشروعات في مجال اللوجستيات وطرق والكبار ومتر الأنفاق والنقل البحرية بتكلفة استثمارية تبلغ 150 مليار جنيه شرع وزير الكهرباء محمد شاكر بالتعاون القايم بين قطاع الكهرباء وشركة سمنز الألمانية لإنتاج الطاقة معربا خلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي لشركة سمنز في مصر عماد غالي معربا عن أمله في تحقيق نجاح أكبر تماشيا مع الخططة القومية لإنتاج الطاقة والكفاءة لمحطات توليد الكهرباء يتي هذا في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتتعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء وزع حزب مستقبل وطن في القاهرة بعض الملابس الشطوية فضلا عن التبرع بمائة سرير لأحد دور المسنين بحي الشرابية كما نظم الحزب قافلة طبية بمختلف التخصصات بالقليوبية لتوقيع الكشف الطبية وصرف العلاج اللازم للمواطنين فضلا عن إقامة منافذ لبيع السلع التامونية بأسعار مخفضة بمحافظة البحيرة كما قام الحزب أيضا بتوزيع ألف بطنية على الأسر الفقيرة في أسيوت صمم مجموعة من طلاب كلية الهندسة إنسانا آليا لكشف الألغام أحرزوا به المركز الأول في مصابقة تصميمات الروبوت استمر هذا الفريق في إحراز المراكز الأولى في كل المسابقات التي شاركوا فيها عن طريق تطوير الروبوت وحسا إسه موسيقى 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 ايديا سبيس بساطة شديدة هو ساحل العمل الجماعي الهدف منها خل مكان للشباب عموما ورواد الأعمال خصوصا انهم يقدروا يحاولوا بشارعهم من فكرة لمشروع حقيقي مسمر بيساهم في تنبيه المجتمع مسابقة مايسويبر هي مسابقة دولية انطلقت من مصر سنة 2011 وكان الهدف الأساسي من تنظيم مسابقة حل مشكلات لتواجه المجتمع المصري والمجتمع العالمي وكانت واحدة من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في الموضوع هذا كان انتشار الألغام في مطاقة السحل الشمالي اللي للأسف معطلت تنمية بشكل جديد للمعرفش احنا مصر للأسف تعتبر تاني أكبر دولة على مستوى العالم من حيث وجود عدد الألغام والتفاجرات عندنا قطة من 21 مليون لغم موجودين من أيام الحرب العالمية التانية في منطقة السحل الشمالي المنطقة دي اللي هي المفروضة تبقى موجودة من يعني هي مش السحل الشمالي بس السحل الشمالي لتحت لحد ما نوصل لحد بسيوة فللأسف الأمر في يعني تعطيل قوي جدا للتنمية في المنطقة دي فعشان كده الفكرة كانت منتازة واخد قبول كبير وبدأت من 2011 المسابقة تتنظم هي بتساعد طبعا الشهور جدا على التطوير وان هما يدقوا ان هما يشتعلوا باقي دي وينفذوا حاجة بالفعل ان هي مثلا تتحينا الفكرة ان احنا ندخل مصابقة زي دي وان انا بقى افكر فيها واشتعل على مشروع زي ده بي حاجة كانت كويسة جدا بالنسبة لنا يعني ما كنتش شايف ان في حاجة قبل كده بتقدر ان هي بتدى لشبابي الفرصة دي شغلنا حاجة اسمها روس كانت روبوت أوبريتنج سيستم الروبوت أوبريتنج سيستم ده ايه؟ هو فريمورك للروبوت بيساعدني ان انا اعمل الروبوتات وبيستخدم في مجال الروبوتكس كتير بيستخدم في مجال الاكاديمي ومجال الصناعة بيساعدني في المسابقة دي بالذات على ان انا اطلع خريطة بمكان الالغام سواء هي كانت فوق الارض أو تحت الارض هو روبوت بيكشف عن الالغام ويقدر ان هي حدد احساسياتها فين وعلى بعد دين تحت الارض سواء كانت فوق الارض أو تحت الارض وحتى لا تحت الارض فبيقدر ان هي حدد بعدها من الارض دي كل اللي فايزوا من النهائيات المختلفة دي تأهلوا ان هم يشاركوا في النهائي الدولي في اسبانيا ضمن فعاليات مؤتمر الايروس من 1 اكتوبر إلى 5 اكتوبر المفروض خلال الفترة دي هيبقى المشروعات بتقدم على اعلى مستوى ضمن اكبر لجنة تحكيم دولية في مجال الروبوتيكس ويعني ان شاء الله اللي هيفوزوا منهم هنحاول نوفر لهم بقى الدعم المطلوب والفاسيليتي المتاحة ان يحاولوا الافكار دي المنتجات حقيقية ويقدروا يفتاحوا شركات وفرصة كبيرة ان هم يقدروا يوصلوا للكوميونيتي دي احب اقول لو عندك فكرة وحاسس ان الفكرة دي ممكن تبقى مفيدة للمجتمع او ممكن تبقى مفيدة للمحيط بتاعك ممكن يكون وجودك في بيئة مناسبة فيها اشخاص شبهك فكرة بنفس الطريقة عامل كبير جدا على تحقيق الفكرة دي لحاجة مشمرة تفيدك وتفيد مجتمعك وصلت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط الخارجين عن القانون ومروجي الملابس العسكرية المحظور تداولها حيث تمكنت من ضبط مائتين واربعين وخمسين قطعة سويتر يشتبه او يشبه الملابس العسكرية مهربة داخل حاوية ملابس بميناء غرب بورسحيد في اطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف الى حماية منافذ البلاد ومنع عمليات التسلل والتهريب عبرها فقد نجحت الادارة العامة لتأمين محور قاناة السويس وبناء على معلومات مسبقة في ضبط مائتين واربعين وخمسين قطعة ملابس شبيهة بالملابس العسكرية داخل حاوية ترانزيد بميناء غرب بورسحيد بدون المستندات مع تكثيف الجهود لمكافحة جرائم حيازة القطع الاثرية والاتجار بها والتنقيب عنها حفاظا على الارس الحضاري والقومي للبلاد فقد نجحت الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار في ضبط قطع اثرية متنوعة منها خمسة تماثيل مختلفة الاشكال والاحجام بحوزة شقيقين بالمينيا يتاجران بها وتعود الى العصور الاسلامية والرومانية والبطلمية اضافة الى ضبط مائة وستة وعشرين الف جنيه من حصيلة البيع كما تمكنت الادارة بالاشتراك مع امن اسيوت من ضبط سلاس قضايا للحفر والتنقيب عن الاثار باسيوت وكذا حياز قطع اثرية منها اوان فخارية واعمد عليها نقوش مختلفة اعلنت تحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير طائرة من دون طيار تابع لميليشيا الحوثي كانت تستعد لتنفيذ هجوم ارهابية واضح التحالف انه دمر طائرة في مرحلة الاعداد الاطلاقية بمطار صنعاء الدولية كما دمر منصة اطلاقها مضيفا ان ميليشيات الحوثي تستخدم مطار صنعاء كثقنات عسكرية في مخالفة للقانون الدولي الانسانية وذلك بالتزامن مع 21 خرقا حوثيا لاتفاق وقف اطلاق النار في الحديدة منذ ليلة الاثنين الماضي اعلن مسؤول باللجنة الدولية للصليب الاحمر تبادل الحكومة اليمنية والحوثيين قوائم تتضمن اسماء المعتقلين لدى الطرفين واضح المدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط في اللجنة الدولية للصليب الاحمر فابريزيو كاربوني ان القوائم تضمنت اجمالي 16 الف معتقل تمهيدا للتبادل في اطار الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين وفدي الطرفين بمشاورات السويد الاسبوع الماضي واضاف كاربوني انه في قدون 40 يوما على توقيع الاتفاق سيكون امام الصليب الاحمر عشرة ايام اخرى لمقابلة من يتم الافراج عنهم وترتيب نقلهم المحر رئيس الامريكي دونالد ترامب لانسحاب قواته من سوريا وقال ان القوات الامريكية الحقت الهزيمة بتنظيم داعش الارهابي في سوريا مؤكدا ان ذلك كان سبب الوحيد لتواجد قواته هناك خلال فترة رئاسته وكانت الخارجية الروسية قد طالبت بانسحاب القوات الامريكية من سوريا قائلة ان الوجود الامريكي غير القانوني هناك اصبح عقبة خطيرة امام التوصلي لتسوياه اعتقلت شرطة البريطانية رجلا مشتبه باقدامه على طعن اشخاص داخل مركز طبي في العاصمة لندن واعلنت شرطة اصابة ثلاثة اشخاص جراء تعرضهم لطعن في المركز دون توضيح اي تفاصيل عن وضعهم الصحية مشيرة الى ان الحادثة ليست له خلفية ارهابية اكد وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة اهتمام الوزارة بدعم وتطوير البنية الاساسية لنقل وتداول وتخزين وتوزيع المواد البترولية بالصعيد جاء ذلك خلال تفقد الملة عددا من المشروعات البترولية والغاز في محافظة اسوان برفقة المحافظ حيث تم اطلاق الغاز الطبيعي في اول منزل بمدينة الصداقة الجديدة في اطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل استقبلت هيئة قناة السويس وفدا رفيع للمستوى من الاعلاميين والاذاعيين الافارقة بهدف التعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومستجدات المشروعات التنموية في منطقة القناة تأتي الزيارة في اطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام حيث طلع الوفد على الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة كما تعرف الحضور على الجهود المثمرة التي شهدها مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة إلى عنوان المشروع في ختام زيارته الناجحة إلى النمسا الرئيس السيسي يبحث مع رؤساء كبرى شركات النمسوية سبل تعزيز استثماراتهم في مصر ويجبر خواطر عائلات فقد ذويها باللقاء والتعزية خلال تفقده مراحل الإعداد الأساسي للطلبات المستجدين بالكليات والمعاهد العسكرية وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة تقتار الطلبة من كل فيات وطوائف المجتمع ويصيب التدريب الجادة لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الكفاءة القتالية والخارجية الروسية تؤكد أن الوجود الأمريكية غير القانوني في سوريا عقبة خطيرة أمام التسوية متعللا بهزيمة داعش ترامب يلمح إلى خلو قوات بلاده من شرق سوريا ختم النشر والسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته